أنا عضو في حزب ريسبكت ومعنى حزب الاحترام والذي يدعو إلى المساواة وإلى حماية البيئة وإلى المحافظة على كل إنجازات الطبقة العاملة ومساعدتها وما هو برنامجكم الانتخابي؟ برنامج الانتخابي يكون محصورا في الدائرة التي نحن فيها مثلا نريد أن نقيم عدة مراكز للشباب ولكبار السن ومشروع حماية البيئة وللنظافة في الدائرة الانتخابية التي يخوض فيها المعركة الانتخابية قلت إنك أنت شخصيا انتقلت من حزب العمال إلى حزب ريسبكت بسبب شعورك بأن حزب العمال غدر بك أو خان مبادئك بعد دخول الحرب في العراق هل موقفك من الحرب في العراق هو العنصر الفيصل في انتمائك الحزبي بصرف النظر عن أي اعتبار آخر؟ نعم موضوع تورط حزب العمال الحاكم في الحرب على العراق أو غزو العراق هو سبب رئيسي جدا إذا كانت المسألة هي إسقاط نظام طاغي فلقد أسقط هذا النظام فمن المفروض أن تسحب جميع القوات البريطانية في الحال هل من الصعب على أي سياسي ناشط من أصل عربي في بريطانيا أن يقدم نفسه على أنه بريطاني في المقام الأول ويتعامل معه الناس بمعزل عن أصله العرقي أو الديني؟ لا أعتقد أن هذا الصعب جدا لأن الذي يملك المؤهلات المعنوية يستطيع أن يخوض المعركة ويملك مجموعة من المبادئ التي تجذب الناس لانتخابه وهل يجب أن تكون هذه المبادئ متوافقة مع أصله العرقي أو الديني؟ أليس من المفترض أنك بريطاني قبل أي شيء؟ نعم ولكن هناك مبادئ متفق عليها مثلا الدخول في حروب مع شعوب أخرى القضية البيئة، قضية العنصرية، إسلاموفوبيا هذه أمور متفق عليها هنا في المجتمع البريطاني ونحن نؤيدها ونرفض ما هو غير ذلك أنت ترشح نفسك في دائرة في جنوب منشستر هل هناك قضايا أخرى غير الحرب تطرحونها في حزب ريسبكت في برنامجكم الانتخابي؟ أقصد هنا موضوعات تتعلق بالحياة اليومية والضروريات الملحة لسكان المنطقة أو الدائرة الانتخابية؟ نعم سيدي، هناك موضوع الصحة وعدم خسخصة المرافق الصحية هناك موضوع الإسكان وعدم بيع ما تم إنجازه بالنسبة للمساكن المحلية التي بنتها البلديات أو الدولة لا يوجد الكثير من العرب الذين يخضون التجربة الحزبية والسياسية هنا في بريطانيا، لماذا؟ أعتقد يا سيدي أولاً أعتقد أن العربي المهاجر ورثة أو جلب معه من بلاده أو من الموطن الأصلي جلب معه الخوف من الممارسة السياسية وأعتقد أن هذه عقدة يجب التخلص منها، يجب عليه الاندماج في المجتمع الذي يعيش فيه ولديه كل الحوافز التي تساعده وتشجعه على ذلك لا يجب أن يكون عزلياً، يجب أن ينتمج في المجتمع